من شوية كده التحاد المصري لكرة القدم عملوا بيان تعرفين بقى لنا كم يوم خناءة محمد فضل وكهربا خناءة حصلت الاهلي بطل الدوري بيتسلم الدرع الدوري والبطولة وانتو عارفين البطولة المحببة للنادي الاهلي درع الدوري العام ومنتظرين ان شاء الله كمان ناخد بطولة افريقيا ان شاء الله يوم 27 باذن الله تعالى وربنا يكرم الزمالك ان شاء الله بعد بكرة ربنا يكرم الزمالك يا رب يا رب يا رب يفوز على الرجاء بإذن الله يكمل المسيرة ويلتقي الاهلي والزمالك مع بعض يوم 27 ان شاء الله وان شاء الله ناخد بطولة بإذن الله وربنا يكرمنا ان شاء الله فاتحاد الكورة عمل خناءة خناءة فعملوا بيان هتطو على الصفحة الرسمية ولكن عجب العجاب العجاب يعني انو البيان تشل بعد 13 دقيقة طب البيان تحط ليه وتشل ليه يعني انا حطيت بيان على الموقع الرسمي اتحاد كرة القدم عظيم حطيت البيان وشلته ليه؟ ده السؤال ليه تم رفع هذا البيان من على موقع الرسمي هل في مثلا حاجة مثلا صعبة لسه هقرأ البيان ما اردش البيان هقرأ البيان مع حضراتكو زي زي حضراتكو نشوفوا البيان بيقول ايه؟ حضر مساء اليوم الى مقر الاتحاد المصر لكرة القدم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لمقابلة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بادارة شؤون الاتحاد حيث ابدى اللاعب اللي هو كهربا ده البيان اللي بيقول مش انا بيان الاتحاد اللي بيقول ابدى اللاعب اعتذاره عما بذروا منه اثناء مراسم تسليم درع الدوري تجاه عضو اللجنة الخماسية يعني هنا الاتحاد بيقول ان الكهربا غلطان وغلط في الكابتن فضل وبالتالي كهربا تفضل ورح الاتحاد وقابل الكابتن فضل واعتذل الكابتن فضل عما بذر منه يعني كهربا غلطان وبدر منه حاجات كتيرة ضد الكابتن فضو وبالتالي اعتذر الكابتن فضو هكذا قال بهين الاتحاد اللي تشال بعد 13 دقيقة يعني ما كاملش ربع ساعة وشرح اللاعب اللي هو كهربا يعني هنا كهربا كمان بيبرر ايه اللي حصل منه ده الاتحاد بيقول كده وشرح اللاعب الضغوط النفسية التي واجهها خلال الفترة الاخيرة والتي ادت الى هذا التصرف الذي لا يعبر عن مدى تقديره للكابتن فضو كاخ اكبر له يعني هنا كهربا بيقول انه عليه ضغوط صعبة ونفسية وابتاع وده اللي خليته الضغوط ضيئة انه يعمل مشكلة مع الكابتن فضو وانه هذا التصرف وانه هو بيحب الكابتن فضو وبالتالي وبيعتبره اخ كبير ليه ده البيان للتحاد الكرة اللي بيقول مش انا يعني السادة في التحاد اللجنة الخماسية طلعوا هذا البنو وكتبوه وحطوها الصفحة وشلوه بعد 13 دقيقة من جهته تفهمت كابتن محمد فضل موقف اللاعب وتقديره لشجاعة اللاعب في الاحتراف بالخطأ مما ينم عن معدن اللاعب الطيب وحرصه على الحفاظ على مبادئ وقيم الرياضة في اعلاء الروح الرياضي واحترام الكبير يعني هنا كابتن فضل تفهم وطبعا قدر موقف كهرباء وتقديره وانه يطرفه بالخطأ انه كهرباء غلط فاخطأ وبالتالي جه يعتزر واعتبر وانه ده انه اللاعب خلوق وطيب وحريص على الحفاظ على مبادئ وقيم الرياضة ومبادئ النادي الاهلي واحترام الكبير ودي حاجة محترمة طبيعي انا بقول حاجة محترمة تعقيبا على البيان انا معرفش يعني انا معنديش الحقيقة معرفش اين لدار لكن بتكلم بناء على البيان وتمنى الكابتن محمد فضل لللاعب لكهرباء التوفيق خلال المرحلة المقبلة وحثه على التركيز داخل مستطيل الاخضر لصالح ناديه الاهلي ومنتخب بلاده يعني هنا بيقول له ايه يا فضل كابتن فضل بيقول له كابتن كهرباء يا كهرباء ركز الملعب عشان بلدك وعشان ناديك وده تلام طيب محترم وده الطبيعي كما اسنى سيد عمر الجنيني رئيس الاتحاد المصر لكرة القدم والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي على الجو الاسري الذي ميز اللقاء يعني هنا بيقول له ان كابتن مرجان كمان حاضر عميد مرجان واسنوا على الجو الاسري وعمر الجنيني طبعا اسنوا على الجو الاسري اللي حصل في هذا اللقاء واللي ميزه وانحنا فيما حرصت كابتن محمد بركات مدير المنتخب على حضور اللقاء والاطمئنان على انتهاء الازمة والاطمئنان بدوريها على اللعب يبقى كمان حضر كابتن بركات ومدير المنتخب حضر كمان ايضا وكلهم ناس محترمة ويه ده اللي حصل وده اللي تقال وده اللي تم فيما يتعلق به هذه الحكاية ويه الحكاية ايه اولها وايه عبعتها وايه الحكاية واولها ايه واخرها ايه محدش عارف ايه اللي حصل هل كهرباء اعتذر فعلا وهل البيان ده حقيقة ولا لأ طب تشال وتشال لي وما تشالش ليه ايه الحكاية هل كهرباء اعتذر الله اعلم هل الكابتن قابل الاعتذار الله اعلم بيان للتحاد بيقول كلام تاني بيقول حكاية النادي الاهلي اه اه تقريبا مش عاجبهم البيان اللي انا فاهمه لحد دلوقتي انه النادي الاهلي بيقول البيان ده مش صحيح اه انا بقول لكم انا لسه عايزة مصادر بتقول انه كهرباء لم يعتذر وانه بيان للتحاد غير حقيقي وعشان كده تشال دي مصادر في النادي الاهلي يعني لسه مفيش حد رسمي بيتكلم مصادر بتقول هذا البيان غير حقيقي ده مصادر في الاهلي بيرده على اتحاد الكورة وعشان انه غير حقيقي تم حاس البيان ده بعد 13 دقيقة وانه كهرباء لم يعتذر ده كلام النادي الاهلي مش كلامي كلام ده مصدر في النادي الاهلي بيقول الكلام ده دلوقتي ايه الحكاية وابعتها ايه والموقف ايه وراحين فين والكلام ده ايه هنحاول نشوف بعد شوية لكن بيقولوا انه انه كابتن الخطيب اعترض على البيان تاني بيقولوا كابتن خطيب دلوقتي فيه معلومات اخرى كابتن محمود الخطيب اعترض وده اللي ادى لرفع البيان تاني مصدر بيقول كابتن محمود الخطيب رجل محترم كابتن خطيب اعترض على البيان وبالتالي اتحاد الكورة حزف البيان نتيجة لاعتراض كابتن محمود الخطيب يبقى هنا الموضوع مش هيعدي موضوع ايه مش هيعدي هنا عندنا بقى مشكلة ما بين مجلس ادارة النادي الاهلي ممثلة في كابتن محمود الخطيب واتحاد الكورة البيان ده يبدو ان الاتحاد عمل بيان دون تحليلي بقى دلوقتي التشاور مع النادي الاهلي يعني اللجنة الخمسية قررت انها تعمل بيان دون التشاور مع النادي الاهلي كان المفترض تبقى المعلومات دلوقتي اللي بتقول ان كابتن خطيب اعترض وبالتالي حزفه بناء على اعترض الخطيب كان المفترض انه يتم التشاور مع النادي الاهلي يتعمل بيان بصيغة معينة صيغة ترضي الاهلي وترضي اتحاد الكورة ترضي الاتنين ولكن يبدو ان الاتحاد خد القرار من عنده لم ينسق مع النادي الاهلي نزل البيان جن جنونه خطيب خطيب اعترض حزفوا البيان داخلين في حدوته داخلين في ايه في مشكلة ليه بقول كده الردود اللي جاية الردود بتقول ردود صعبة ان احنا داخلين على مشكلة ما بين الاهلي وما بين الاتحاد ليه بقول ده لانه نتيجة للوضع اللي احنا ايه بنتكلم عنه دلوقتي لان الوضع ده عامل مشكلة كبيرة ترجمة نانسي قنقر شكرا